تعلن الهيئة الوطنية للانتخابات بعد غد الاثنين القائمة المبدئية لأسماء المرشحين للانتخابات الرئاسية وأعداد المزكين أو المؤيدين لهم وذلك بحسب الجدوى الزمني للانتخابات الرئاسية هذا وقد أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حزم بدوي غلق باب تلقي طلبات الترشح لخوض الانتخابات الرئاسية 2024 وقال مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات ورئيس لجنة تلقي طلبات الترشح المستشار أحمد بن داري قال إن اللجنة أغلقت باب تلقي طلبات الترشح والذي انطلق في الخامس من أكتوبر ولمدة عشرة أيام وذلك وفقا للجدوى الزمني الذي أتاح تلقي الطلبات في الفترة من الخامس من أكتوبر وحتى الثانية ظهر اليوم وتابع المستشار بن داري أن اللجنة تلقت خلال عملها أوراق أربعة من راغب الترشح وهم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي من خلال المستشار محمود فوزي رئيس الحملة والممثل القانوني للمرشح ورئيس حزب الوفد الدكتور عبد السند يمامة ورئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي فريد زهران ورئيس حزب الشعب الجمهوري حازم غمر شكرا